مرحبا بكم معنا مرة اخرى تلقي اتصال من عند الاخت ناجات ناجات كتسكن في القونة يطيرها عندها 64 سنة تزوجات بمحمد محمد كان عسكري في فرنسا مغريبي مشاهدينا الكرام كما نقول عيش نهار تسمع خوار ناجات هي الزوجة التالتة دياله عشت معها سنين طوال حوالي 10 سنوات بالضبط توفى سنة 2015 من بعد واحد ثلاث سنين كانت تفاجأة فلوس ما توقعته مش كيفاش وعلاش هادي نشوفه مع القصة واللي غريب انه كتبحتوا عن الزوجة الاولى اللي هناك الملايين كتقلب عليه باشتاخدهم تبعوا معي فيك الخير انت دفا ضره مرضية انا ما اسمعت ضره مرضية اشتامعك ناجات عودي لي على علاقة ديالك بمحمد من الاول شوفوا هاد الشي اللي عندنا هاد السيد هذا كان نحرفه من البلاد كان معاختي في فرنسا جال عندنا جوج بيا في الفين وخمسة انا ما عارف علي تشي حاجة كان عارف علي المرة اللولة فطي مالوبات كانت توفات عندها بعدي اللولات بقيت انا مرافش توفه هو في الفين وخمستاش انا ما كان عندي لاورقه لا ما عارفت تشي معلومات جا واحد الناس قالوا لي يا علاش ما مشيتيش تقلبي رغدي بدوي خلصوك علاش ما قلبتيش كتلو ما انا ما عارفاش ومات في الفين وخمستاش بقيت الالفين وسبعتاش طلعت للسفارة الطربيضة من اللي قلبت لقيت بان عندي حق نتخلص بقيت كانت تخلص تفاجأوني واحد سيدة من حتصفتها لي من نونت من فرنسا اسميتها عيشة عبقادر قالوا لي يا هدي هي المرض قالوا اللولة انا ما كان فطي مالوبات فرصي تشي حاجة لها قالوا لي يا غدي تجي باش جيبها الى هي بقاحية تاخد الفلوس ديالها هاد الفلوس هادو الى بقاحية جيبها وجيت تاخد انا بغيت نحيدو حت قليد مراقبتي ديال ديال ديكسيدة انا ما غدي نعطي انا تخلص في الفين وعشرين تخلصت ودابا بقيت كان قلب شعور جا كنتي في حقك انا كان جاتني 18 محنت انا ما دفعتش عامين بحلح يدوها ليه مع عندي رولو فيديو هادو البانكة رجعتم لفرنسا وهي غدي يكون عندها بالكترة فلوس كثيرة عندها ودابا انا كانت من الناس اللي كايش سمعوا حينت انا سقط الخبار تقولولي ايا هي بنت صفرو وعاشت فاس وهي كانت مجوجة بهذا سيد هذا مسعودي محمد في خميسات في قبيلة ديال اي تيكو هادو شي انا كانت من المشاهدين من ناس اللي شافوا هادو الفيديو وعرفوها الله يرحم لهم الوالدين انا راح احطى النمرة ديالي يتصلوا بيا انا انتها نحيدو حت قليد فرقبتي هادو شي اللي كان مقلب هادي دابا الزوجة اللولى والزوجة التانية ماتت الزوجة التانية ماتت 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 مكتسلت شي حاجة هي ماتت قبل من المسعودي محمد دابا احنا تنقلبو على الزوجة اللولى اللي بقى عيشة اللي اسميتها عيشة بنت عبدالقادر ياكو هادشي كنقلب على هاد سيدة هادين ويلك يسمعني شي واحد من العائلة ديالها ولا شي كانت جوجة ولدات ولا دخرين ولا شو شنو انا عالم الله انا معرفة على التحاجة يفيدني بها والله يرحم لكم الوالدين انا كي بغيت نديل الخير تنتو ما ديروا الخير على هاد سيدة هادي هادش المرحوم قبل ما يتوفى نعم ماهذا مالك ديالتقاعد اما بعد اخر تنسى أو تنسى الخزنية مالك ديالتقاعد فرنسا خدم المخزنية مالك ديالتقاعد مع عود تنسى مثل فرنسا ندبو لها 7 سنوات انا اchat في الوراق مالك ديالتقاعد بعد اخر بمساعد فرنسا يتبقى في خسنين ارتبو لtwo اربع شهر ايشهر و اجاب قليل artists لقد قمت بسيطة المخزنية ويجب أن أقلّب على هذه السيدة الله يرحم لكم الوالدين ما حالت أعطوك في الشهر فرنسا؟ في فرنسا أعطوني 60 60 والسينيسيس رصّبوها لي بقى مش ديتنش هذا الشيء هذا الشعب قادر كان قلّب على عيش شعب قادر يلي كانت عنده وكان ساكن في تيكو خميسات يقليم خميسات أيتو مناصف اللي لك تسمعني هي أو لك تسمعني شي واحد من العائلة دياله ولا عارفة في كي نبتمنس ديال الخميسات في دوني بها الله يرحم لكم الوالدين هي الأصل ديال منين هذا عيشة؟ أنا قالوا لي عن ناس قالوا لي منصفروا وعشت فاس أنا ما عارفة على التشري هل الناس اللي قالوا ليك؟ ما عندهمش المعلومات بيقدروا يوصلوا ليها؟ لا والوما هادوك عير حرفوقي من بلاسة أخرى هادشي اللي عارف انتهو ما هادشي ولكن الوقت اللي تزوجتي به انتي المرة التانية بقى معاه وهذا اللولة مطلقة ولا بقى معاه؟ اللولة ما عارفنا احنا واش مطلقة هو تزوجه بالمرأة التانية هاده اللي توفات هاده اللي كان عارفها بنت القبيلة ديالنا كان عارفها فاطيما لوبات كان عارفها بنت القبيلة وعيش شعب قادر ما كان عارفهاش ومعمرنا ما سمعنا لاتشي حاجة تصف طولي السفارة هاد الورقة هادي من فرنسا هادشي اللي كاين يعني اللولة ما عارفهاش عنده معاشي ولاده لا لا؟ اللولة لا ما عارفهاش لاتشي حاجة تولاده ما كيقولوش ما قالوش لي متشي حاجة ها قا عارفه هو السي محمد الله يرحمه منين هو الاصل يلوني هو من خميثات من أيها تيكو ايها تيكو ايها قليم خميثات ايها قليم خميثات وفاطيما البتاكي وقليم خميثات وهاد السيد الاخراء قالو من صفر ومربي الفاس لا أعلم أنا لا أعلم أن تكون مرضية بحيالك ولا ضرّة مرضية إذا صحت تعبير خليتي للزوجة خليتي لها هذا الذي يجعل الأخير من الأول خليتي لها الأخير هذا الجامعة الملايين سأخذ كثير من اللي أخذت أنا وأنا سأخذت في 2020 ودبا أنا بقى لي واحد تقليد على رقبتي بغيت نحيده أن ديك سيدة إلا كان شي واحد تسمع وعارفها هاد عيشة بنت عب قادر يجيبها تحية يجيبها أنا نتكلف بها وبكل شي عندي الوراق اللي غادي نعطيها اللي غا تعمرون ديها كانت وفات شي واحد يجيب شهادة دي الوفد ديالها هاد شي اللي عندي أنا كنقوله هاد شي اللي انتدرت حسنية وتبحتينا على رضا الله في الخاتمة ديالك الله يوفقك يا ربي يا ربي أمين يا ربي أمين يا ربي تسعيل على هاد المرة وأنا بغيت لعي الخير بغيت لها الخير وتانا كان طلب الله من ناس يحاونوني وكان طلب الله يجازيني بهذا الخير اللي غادي ندير هاد شي اللي كي ما طمعت شي حاجة أنا بغيتها غير هي تخلص ربما تكون محتاجة ربما هي مسكينة دواء ولا سبيطر ولا أنا هاد شي اللي بغيت لها اللي كي يشوفها ولا كي يسمع عليها ولا عارفة يا فخميسة يا فايتيكو ولا فصفره ولا فاس الله يرحم لكم الوالدين اعلمني بها حية يجيبها لي كان توفاتش واحد يجبيش هدد الوفاة دياله ويجي عندي هاد شي اللي كايين وغا نخللكم رقم تلفون على الشاشة هاد شي كايين انتوما مو الزمل جميل اشتي الزمل جميل ومو انتوما بشيجنا الكرام قصة غريبة صراحة ولكن هاد شي هاد اندل على شي إنما يدل على نوب الأخلاق دياله وضمير دياله انهم للتوصلات بعد المعلومة بالقنصرية وكذلك من القرارات ديال الوزارة الدفاع الفرنسية اللي هناك اجراءات في هاد الجانب الزوجة الاولى اللي تنورى العام اكتر في الموضوع باش في البحث يكون مدقاق الزوج دياله هو مسعودي محمد مزداد بتاريخ الف وتسعمية وسبعة وعشرين عسكري بفرنسا توفيه سنة الفين وخمسطاش الزوجة الاولى دياله الزوجة الثانية توفيه سنة الفين وثلاثة الزوجة الثانية عندها معها جوج وليدات وجوج بنيات اسمها فاطمة لوبات الزوجة الثالثة اللي هي مرضية موضوع النقاش ناجات سبعة بدون اولاد مولداتش معاه جاه الحمد لله في الاخير ما توقعتش مبلغ 18 مليون يعني ما نجمع عليها في الاول وكتخلص مبلغ تلتلاف درام في الشهر من القنصرية او الاجراءات اللي هي عارفهم مشاهدين الكرام كل من ساهم اولي معلومات اجروا بحسوم عرب العالمين ساعدوا الاخت باش توصل هذه الرسالة لهذه السيدة الى كانت عائشة بنت عبد القادر بقى في الدنيا هذا ارزقها الى ما كانتش وهناك من الاقارب دول اختصاص ومعارفين الطريقة اللي تعودوا بيام طبيعة الحال واشنه هي الاشياء اللي غت يحتاجوها كإدارة باش تسهل عندهم من امورية هذا ارزقها والاخت كتوصل رسالة ضرها مرضية مشاهدين الكرام نحن لا تتبع القضية اذا وصلنا الى اي جديد نخبركم به مشاهدين الكرام تعليق المواطن شكرا لكم